اشتركوا في القناة توضح العوامل التي تؤثر في عملية التفكير تصنف مستويات التفكير تميز طرق تصنيف اضطرابات التفكير نبدأ أولا عزيز الدارس بأتعريف التفكير ماذا نقصد بالتفكير؟ التفكير في اللغة مأخوذ من الفكر من مادة فكر في الأمر والفكر هو إعمال الخاطر في الشيء والتفكر بمعنى التأمل وهذا ما قاله ابن منظور في لسان العرب فالتفكير هو وفق ما سبق إعمال العقل في مشكلة للتوصل إلى حلها مأخوذ من فكر في الأمر إذا تأمل فيه إذا أعمل خاطره فيه والتفكير بمعنى إعمال العقل في شيء والتأمل في إضاحه والتفكير هو عملية النظر والتدبر والتأمل الذي يوصلك إلى حل لمشكلة إلى إثبات أمر ما الرد عن شيء ما نفي شيء ما فهو ينشأ من إعمال العقل وإعمال الخاطر والتأمل والنظر وتقليب الأمر هذا معنى التفكير في أصول اللغة عندما نأتي ندرس التفكير من حيث هو كنشاط يقوم به الواحد منا سيجد أن التفكير له عدة تعريفات فمنهم من عرف أن التفكير هو إعادة تنظيم ما يعرفه الفرد في أشكال جديدة بينما يعرف الآخرون بأنه إدراك علاقات جديدة بين شيئين أو بين عدة أشياء لم تكن معروفة لديه من قبل بينما يعرف الآخرون بأنه عملية يقوم بها الشخص بمزج المعلومات التي يدركها وتسمى بالمدخلات مع تلك التي هي مخزنة من قبل في الذاكرة ليكون منها مخرجات جديدة تسمى هذه المخرجات تطبيقات جديدة لعملية التفكير فنعقد من هذا التعريف أن التفكير هي عملية مدخلات تمتزج بمعلومات سابقة تنتج عن ذلك بعد ذلك مخرجات هي تعبيرات الجديدة إما عن تعبيرات تمعرفية أو حل مشكلات أو إبداء آراء أو إدراك علاقات جديدة نوضحها لم لكن مدركة من قبل يعرف آخرون عملية التفكير بأنها مجموعة من العمليات العقلية فالتفكير يعتبره البعض عملية ذهنية وعملية تفكيرية وعملية منطقية تقوم على أساس مجموعة من العمليات الداخلية العقلية تهدف إلى حل مشكلة تهدف إلى اتخاذ قرار تهدف إلى بحث عن أمور جديدة معنى جديد تصورات جديدة لم يسبق للشخص أن يقوم لم يسبق للشخص أن يقوم بعمليات مثلها يسبق هذه العمليات يسبق هذه العمليات إما قول معين استثار تفكيره أو يسبقها نطق بقول معين جعله يفكر وبعد ذلك أصدر استجابة معينة من وراء هذه الكلمة التي قيلت مفهوم التفكير أيضا يعرف البعض أنه عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية سلسلة من النشاطات العقلية يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير ما يتم استقباله عن طريق حاسة أو عدد من الحواس التوصل به إلى حل مشكلة معينة متخدا صورة من صور الاستنباط أو التقييم أو التحليل أو التركيب أو التقويم إذن عزيز الدارس نخلص من ذلك كله فنقول أن التفكير هو عبارة عن عملية عقلية داخلية منظمة تحصل عندما يستجيب الدماغ لمثير معين عن طريق حاسة وأحد من الحواس يتوصل به إلى قرار معين إلى حل مشكلة معينة إلى أضافة معلومة معينة إلى دراك علاقة معينة يتخذ بذلك صورة من أشكال التحليل أو التركيب أو التقويم أو الاستنباط خصائص التفكير عزيز الطالب أو عزيز الدارس خصائص التفكير تنبثق من تعرفاته فنجد أنه من تعرفاته ما أشار بأن التفكير عملية عقلية فمن خصائص التفكير عملية عقلية وذهنية منظمة من خصائص التفكير أنه عملية تطويرية يزداد فيها الإنسان نموا وتطورا مع كثرة تفكيراته وتفاعلاته وتفاعلاته وإحداث منطقيات متعلقة باستنباطات متعلقة بتحليل وتركيب وتقويم يزداد تطورا مع وجود هذه العملية العقلية المنظمة كما أن التفكير حقيقة يحدث بأشكال وأنماط مختلفة فهناك التفكير الذي نتحدث عنه لفظيا وهناك تفكير نتحدث عنه رمزيا وهناك تفكير نتحدث عنه صوريا وذهنيا وهكذا خصائص التفكير أيضا يتميز به الإنسان عن غيره من الكائنات الحية كما أن التفكير أيضا عملية نسميها نحن غير مرئية وإنما يستدل عليها من الآثار والخصائص التي تحدث عندما نتعامل مع سلوك أو استجابة لموقف معين لا يبدأ التفكير من فراغ بل لابد من مثيرات تحدث قبل ذلك مثيرات تصليل الدماغ بأوسط واحدة من الحواس هذه نعبر عنها بعد ذلك بتصورات وإدراكات مختلفة التفكير عملية بسيطة نراها بسيطة في حينها لكنها قد تكون لها أهداف بعيدة المدى كما أنها قريبة حالية الآن تتم لكنها تهدف إلى أمور نفعلها في المستقبل أو نقررها أو نريد تجنب مشكلات في المستقبل أو إضاحات أمور معينة حتى لا تحدث لنا مضاعفة لها في المستقبل التفكير هو نشاط إرادي موجه من قبل الإنسان هذه كلها هي خصائص التفكير عزيز الدارس أهمية التفكير أهمية عظمى بها حياة الإنسان والذي لا يفكر ليس موجود من يفكر هو موجود من يفكر يعمل عقله من يفكر نحن لا نقصد بالتفكير هو مجرد الأمور العقلية لا من يفكر بفعالية فعلا الذي يصي إلى إحداث متغيرات في حياته يدرك علاقات يحل مشكلات يتخذ قرارات أما التفكير السطحي والتفكير الاعتباري هذا فهو ما يميزنا كبشر عن بقية الحيوانات والبهم وليس معرضنا الآن في الحديث عن التفكير هو التفكير البدائي والسطحي من حيث هو هو سلوك للإنسان كيف يمارسه بشكل جيد وكيف يطوره لكي يصل به إلى أن يكون شخصية صاحبة تفكير موجه ومنظم ويحدث تغييرات سواء في سلوكه أو في مجتمعه ومن هنا ندرك أهمية حديث القرآن عن التفكير وأهمية اهتمام القرآن بالتفكير ومرادفات التفكير فتحدث القرآن عن مادة العلم في القرآن الكريم 485 مرة وتحدث أيضا عن مادة العقل الذي هو وسيلة التفكير 49 مرة وتحدث عن مادة الفكر وفكره 19 مرة وتحدث عن الألباب الذين يسمون بهم أصحاب التفكير والعقل أولو الألباب 16 مرة كما أنه تحدث عن الفقه عملية العقل الفقه أكثر من 20 مرة وتحدث عن مادة عرفة ويعرفونه أكثر من 22 مرة وتحدث عن بصائر وبصيرة سبع مرات بمجمل هذه العبارات المرادفة لمفهوم التفكير والمعرفة والعقل واللب والفقه نجد أن القرآن تحدث عن هذه المرادفات قرابة 618 مرة وهو يتحدث عن هذه المرادفات بغض النظر وبعيدا عن الحديث عن يبصرون وينظرون وغيرها مما تحمل من معاني التفكير وهذا يدل دلالة بالغة وأهمية كبيرة التي يوليها القرآن الكريم ويوليها الإسلام لمبدأ التفكير إذن التفكير عملية مهمة نستطيع بها أن ننجز أمور بطريقة مثلة عندما نفكر نتجاوز كثيرا من العقبات الموجودة لدينا عندما نفكر نبدع في حياتنا عندما نفكر نوجد العديد من الحلول والبدائل للمشكلات التي تعترين عندما نفكر نتخذ قرارات سليمة ومدروسة عندما نفكر نوجد تصورات جديدة لأعمال نريد أن نفعلها عندما نفكر نخرج من المآزق الكثيرة والمطبات والعوائق والتحديات التي تعترين في حياتنا وكل ذلك يجعلنا ندرك أهمية التفكير وكيف نوجهه توجيها سليما وسنة التفكير عزيز الدارس هي العقل والعقل سمي عقلا لأنه يمنع صاحبه من التورط في المهالك ويحبسه عن دميم القول والفعل وسمي العقل عقلا في اللغة بمعنى الحبس ويقال اعتقل الرجل إذا حبس وفي الإصطلاح الذي نتعامل به نحن نعتبر أن العقل هو آلة التفكير فبها يحلل الإنسان وبها يستنبط وبها يستنتج وبها يقوم وبها يصدر الأحكام والعقل وردت له مرادفات كثيرة موجودة في القرآن الكريم ومن هذه المصطلحات التي تحدث عنها القرآن في مسمى العقل تحدث عن اللب في ذلك لآيات إنما يتذكر أولو الألباب تحدث عن الأحلام فقال الله سبحانه وتعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون وأحلامهم يعني عقولهم ومن أسماء العقل كذلك النهى عندما قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي أصحاب وأولي العقول وكذلك يسمى الحجر هل في ذلك قسم لذي حجر هذه الألفاظ التي وردت في القرآن اللب والنهى والأحلام والحجر هذه مرادفات من أسماء العقل ووجدت في القرآن الكريم أيضاً مسميات كثيرة في مسمى العقل تستثير تفكيرك عزيز الدارس إلى أن تعود للقرآن وتنظر ما الأسماء التي وردت في مفهوم أو في مسمى العقل ما العوامل التي تؤثر في التفكير عزيز الدارس ما يؤثر في التفكير وينميه هو الاعتبارات والعوامل الآتية وبنفس الوقت عندما يوجد قصور في أحد هذه العوامل تجد أن التفكير يتدنى يصبح تفكيراً بسيطاً تفكيراً ليس إبداعياً ليس مركماً ليس أول هذه العوامل هو عامل الوقت والوقت له دور كبير في التفكير عندما تستغرق وقتاً في التفكير تنتج أفكار وعندما تتعجل في التفكير في الوقت تقع في أخطاء كثيرة الوقت يحتاج إلى جهد وهو عامل مهم جداً في حصول التفكير الجيد التفكير يحتاج إلى صحة وتعمل وتلعب دور كبير جداً الصحة سواء كانت صحة عقلية صحة نفسية صحة قسدية تلعب دور كبيراً في التفكير أيضاً يلعب فيه القيم التي نشأ عليها الفرج من القيم والمبادئ تجعل تفكيره راقياً أو تفكيره متدنياً وربما بسيطاً أيضاً اللغة تلعب دور في التفكير ولذلك من يفكر بشكل جيد يعبر عنها بشكل جيد من لديه إعاقات في اللغة تفكيراته لا يستطيع أن يفسح عنها بشكل جيد وبتصور ومن هنا نجد أن هناك ارتباط وثيق بين اللغة وبين التفكير كلما كانت اللغة سليمة كلما فكر الإنسان بشكل جيد وعبر عن تصوراته وأفكاره بشكل سليم وبشكل جيد وبشكل مؤثر ويصل المقصود بصورة صحيحة البيئة تلعب دوراً كبيراً في التفكير ونحن نجد دائماً عندما تكون البيئات منتظمة منظمة صاحبة أولويات البيئة مبدعة البيئة طموحة البيئة عملية جادة مسؤولة تنتج تفكيرات حيوية وفعالة وعندما تجد البيئة متواضعة البيئة منشغلة بماديات البيئة منشغلة بأمور تافية في الحياة تقل مستويات التفكير فيه والإبداع ولعلنا نجد ذلك واضحاً في بيئاتنا العربية والبيئات الأخرى البيئة اليابانية والبيئات الغربية ونجد مستويات التفكير عندما اختلفت في البيئات فعاملوا البيئة له دور خاص في ذلك مفهوم الذات الإيجابي كلما نظرت لنفسك إيجابياً وأنك صاحب تفكير جيد وتستطيع أن تفكر وتقدم مقترحات وتقدم حلول وتقدم دراسات وتنظر لنفسك بشكل إيجابي يتعاطى عقلك الباطن مع هذه التغذية النفسية وبالتالي تحدث تفكيرات عندما تخاطب نفسك بأنك غبي لا تفهم شيء لا تدرك شيء لا تعقل شيء لا تفهم تتعامل مع نفسك بهذه الطريقة هذا يضعف أداءات التفكير عندك هذه هي العوامل المؤثرة في التفكير لديك ولدى الجميع عزيزي الدارس ما المستويات العامة في التفكير؟ عزيزي الدارس عندما تناول العلماء التفكير تناولوه من مستويات متعددة فمنهم من بدأ بالنظر للتفكير من حيث هو كعملية ذهنية وما العمليات المصاحبة لها وركز على مستويات بلوم في التفكير وآخروا النظر للتفكير بما نمارسه نحن من أنماط معينة في التفكير بينما نظر البعض لمستويات عليا في التفكير مطلوبة نحن هنا ذكرنا لك عزيزي الدارس المستويات الدنيا والأساسية المطلوبة والمستويات المتوسطة والمستويات العليا المستويات في التفكير وزعناها على هذا النحو فقلنا يوجد لدينا مهارة تفكير أساسية أو محورية أو دنيا كما يسميها البعض متعلقة بالملاحبة بالمقارنة بالتصنيف بالتنظيم والترتيب بالتطبيق بالتركيب بالتحليل بالتلخيص بالتذكر هذه عمليات كلهم يسميها مهارة تفكير أساسية أو مهارة تفكير محورية أو مهارة تفكير دنيا نأتي للتفكير الآخر والمهارات الأخرى يسموها مهارات ومستويات التفكير المركب التفكير المركب يتحدثون من أمثلته عن التفكير الناقد يتحدثون عن التفكير الإبداعي والتطويري يتحدثون عن التفكير القايم على حل المشكلات يتحدثون عن التفكير القايم على اتخاذ قرارات معينة ويندرج تحت هذا أشكال كثيرة من التفكير تفسير وإدراك وتصور ويسمونه هناك تفكير منطقي وهناك تفكير علمي وتفكير تسلطي وتفكير موقفي كلها تندرج تحت هذه التفكيرات المركبة سواء تندرج تحت هذه التي ذكرناها رئيسيا أو تندرج بشكل مستخل لكن هذه أكثرها شيوعا وانتشارا ودراسة وتحليلا أما العمليات الأخرى التي يسموها عمليات فوق معرفية مستويات تفكير فوق معرفية ويركزون فيها على التفكير الذي يفضي للتخطيط التفكير الذي يفضي للتقييم والمراقبة والضبط التفكير الذي يفضي إلى الدراسات والتصورات هذه هي مستويات التفكير الشائعة في كتب علم النفس وفي كتب الإدارة والتربية وغيرها عزيز الدارس لا شك أننا عندما نفكر نقع في أخطاء نمارسها وممارستنا لهذه الأخطاء هو ناتج عن قيامنا بالتفكير بصورة صحيحة أو بصورة خاطئة عندما نمارس التفكير بصورة صحيحة تقل هذه الأخطاء وإن حصلت تحصل بنسبة بسيطة عندما نمارس طرقنا في التفكير الخاطئ عندما لا نعمل التفكير عندنا كقيمة مسؤولة لدينا بشكل دائم تحصل هذه الأخطاء الأخطاء الرئيسية التي تحصل عندما نمارس التفكير مع الآخرين يحصل عندنا خطأ التسرع في الاستنتاج الوصول للنتيجة قبل أن نفهم حيثيات الموضوع قبل أن نحلل قبل أن نستنبط قبل أن نضع تصورات قبل أن نستفسر ونسأل فنقع فيه التسرع في الاستنتاج وهذه من الأخطاء المطبطة التي نقع فيها في التفكير يعتبر البعض أن تداخل المشاعر والعواطف عند التفكير من أبرز ومن أكثر فيروسات التفكير خطورة إذ أننا نزاحم العواطف مع المنطق وبالتالي يتغلب غالبا لدى الكثير العواطف قبل المنطق وهذه هي مطبة التفكير الذي نعاني منه اليوم أننا نجد للعواطف مجال كبير جدا في تصوراتنا وأفكارنا يستحضرني في ذلك عندما كان أحد المفكرين اليابان وهو يعرض تجربة اليابان العلمية التي وصلت لها اليوم والاكتشافات والتطورات والتحوصلة التي حصلت له اليابان مقارنة بالوضع الذي كانت عليه عندما ألقت دول التحارف عليها القنبلة النوية وأبادت أكثر من 120 ألف في خلال أيام متقاربة ولازالون يعانون منها حتى اليوم في مدينتي هيروشيما ونجزاكي ذلك الحدث المدمرا الذي حدث في اليابان استفادت منه اليابان وغيرت نمط التفكير وانحنت للعاصفة ونظرت للمستقبل واستشرفته وهذا التفكير انطلق بهم إلى درجة لا يستطيع دول التحالف اليوم التي ألقت تلك القنبلة ومخلفات تلك الحروب اللحاق بها بسرعة الإنجاز والابتكار والتطوير والتقدم فكان يلقي المحاضرة ويعرض الأمور بطريقة مدهشة كان أحد العرب موجودا ويستمع إليه فاستوقف قائلا وطلب منه الحديد فأشهر له أنه يتحدث فقال له هذا العربي بصيغة العاطفة العربية بعد أن فعلت بكم أمريكا وحلفاؤها ذلك الفعل كله كيف سمحت لكم أنفسكم أن تتجاوزوا عن تلك الكوارث وعن ذلك الضرب المدمر وتنازلتم عن حقوقكم في الدفاع عن أنفسكم وكرامتكم وشرفكم وتركتم ذلك الأطفال والنساء الذين قتلوا وأسر الضحايا كيف وصلت بكم نفسكم لأن تتنازلوا عن كل ذلك أين كانت كرامتكم وهذه عاطفة تفكير عاطفي عند إذن أجابه الياباني فقال له إذا كنا فكرنا بهذا التفكير في وقتنا فكرنا بنفس ما تقوله أنت بنفس العقل التي تفكر بها أنت لن تصل اليابان إلى مواصلة إليه اليوم نحن فكرنا بالعقل وهذا التفكير نتحدث عنه هو تفكير عاطفي ليس في أدنى درجات المنطق إذا ما بدأنا في الرد على دول الحلفاء دخلنا في حرب واستمرنا كل فترة ونحن نكر ونرد ونرد الكرة عليهم وهم يردون الكرة علينا لن تتطور اليابان ولن نصبح لها شأن مثل ما أصبح لها اليوم لكن عندما غيرنا نمط التفكير وفكرنا بمنطق وبعقل بعيدا عن العاطفة انظر إلى أين صارت اليابان من الأخطاء التي نمارسها نحن عزيز الدارس أثناء التفكير أننا نعتمد على مصادر غير صحيحة لاستقاء المعلومات مصادر وهمية ضعيفة وربما تكون لا يوجد مصادر أصلا وإنما من قيل وقال وسمعنا وهذه كلها مصادر لا تعتبر مصادر موثقة عند الحديث عن التفكير لاستقاء المعلومات والحكم على الأشخاص والحكم على المواقف عندما نمارس المبالغة في أمر أو التبسيط في أمر نقع في أخطاء في التفكير عندما أيضا نخلط المقارنة بين الأفكار والأشياء والأشخاص نقع في أخطاء التفكير عندما نخلط بين الفكرة وصاحب الفكرة وننتقد صاحب الفكرة قبل أن ننتقد الفكرة نقع في أخطاء التفكير عندما نعمم ونسيء التعميم لقضية معينة ونعممها على شعب بأسره على مجتمع بأسره على تكوين وفصيل بأسره نقع في أخطاء التفكير أخطاء التفكير كثيرة يحلو للبعض أن يسميها فيروسات التفكير يحلو للبعض أن يتحدث عنها أخطاء التفكير كل ذلك ينبغي أن نتجنب ممارسته عزيز الدارس عندما نتعامل في التفكير مع الآخرين نأتي الآن إلى آخر محور في محاضرتنا هذه وفي لقائنا هذا وهي الإطرابات النفسية التي تحصل للبعض في التفكير الشخصية السوية عزيز الدارس هي التي تمارس التفكير بشكل منطقي ومقبول وإن كان تفكيراً بدائياً وبسيطاً إلا أنه يمارسه بأسسه المقبولة والتي تشكل نوعاً ما توازناً في الشخصية وهناك من يقفز في مستويات تفكيره إلى مستويات عليا فيمارس التفكير الناقض والتفكير الإبداعي والتفكير فوق المعرفي من التخطيط والتنظيم والرقابة والتحكم لكن هناك أناس يحصل لديهم إطرابات في التفكير الإطرابات تجعلوا فيه شدود في التفكير عن الشخصيات السوية هذا الشدود الذي يحصل ينتج انفصام في الشخصية ينتج شخصية شاذة كما نسميها في علم الناس هذه الطرق التي تجعلنا نصنف الإطرابات نصنف فيها إطرابات التفكير إلى أربعة أنواع نصنف أن هناك إطرابات نسميها إطرابات تتابع الأفكار وتدفقها نصنف إطرابات أخرى متعلقة بعائدية الأفكار ونصنف إطرابات أخرى نسميها إطرابات صيغة التفكير بينما النوع الرابع نسمي إطرابات محتوى التفكير عندما نأخذ الصنف الأول هي اطرابة تتابع الأفكار وتدفقها نجد أن هناك البعض يعاني من تطير الأفكار كلما جيت أن أقول الأفكار موجودة فلسفة بس شعور أنها تطير ما قدر شمسكها وتطير وتروح اطراب نفسي وهم لسه حقيقة وإنما وهم تجده عند البعض يعاني من اطرابة تطير الأفكار بينما تجد في الآخر عنده اطرابة طباطة الأفكار ما تطلعش الأفكار عنده يشعر أنه ما يفكرش وبطيء في التفكير آخرون قد يشعر بأنه توقف الأفكار يحصل أنه يبدأ فتتوقف الأفكار بينما في آخرون يشعر بالأفكار الدوامة الفكرة تظل في رأسه بشكل كبير تلاحقه في كل مكان في أي فرصة في أي مناسبة فيشعر به تفكير دوامة حتى ممكن يمسك رأسه بقوة كذا يشعر أنه في حاجة متزاحمة في التفكير لديه بينما في آخر يشعر أنه ما يفكر به لا يستطيع الإفسار عنه يريد أن يفصح عنه فيفصح بطريقة غير التي يفكر بها عنده تفكير غير مترابط بينما آخرون قد يكون عنده تفكير خرافي وفيه خرافات وخزعبلات كثيرة جدا هذول الألماط اللي عندهم هذه الاضطرابات نسميه عندهم اضطرابات في تتابع الأفكار وتدفقها في المقابل نجد آخرون يعانون من اضطرابة عائدية الأفكار بمعنى أنه كما كان الأول تطاير الأفكار زاحمة الأفكار دوامة الأفكار هؤلاء يعانون من أنه يشعر أنه هناك سحب للأفكار الموجودة عندهم فيه أشخاص سحب الأفكار الموجودة عندهم أفكاره هذه أفكاره لكن فيه ناس سحبوها كيف سحبوها كذا يشعر عندهم سعور سحبة الأفكار مني بينما الآخرين يشعر أنه فيه أفكار تزرع داخلي تزرع من يزرعها كذا وهم عنده زرع أفكار آخر قد يقول لك أنا عندي إذاعة الأفكار الأفكار اللي بعقلي أشوف قد ناس عملوها ووضعوها من اللي إذاعها وهي موجودة في رأسك أنت أوهام موجودة عندهم اضطرابات بينما يعاني آخرون من اضطرابات متعلقة بصيغة التفكير فتجد بعضهم يفكر بشكل خيالي خيالات تفكير مبهم بعيد عن الواقع تماما آخرون يفكر بشكل جامد ما فيش روح المرونة ما فيش روح قابلية العطاء والأخذ مع الآخرين بينما نتصنف الرابع يعانون من الاضطرابات في المحتوى فتجد عنده أوهام اضطهادية يشعر أنهم اضطهاد مظلوم محارب يعادى في كل مكان في أناس يتآمرون عليه آخرون يعانون من أوهام العظمة وأنهم أصحاب أفكار إبداعية وأن العالم هذا كلهم من صنع أفكارهم وأفكارهم قد انتشرت في كل مكان بينما آخرون يعانون من أوهام الضعى والتفاهى يشعرون بأن أفكارهم تافهة والناس يحتقروها ولا يتقبلوها آخرون يفهمون عندهم أوهام متعلقة بأوهام العدم أنه في عنده عظم مش موجود يشعر أنه في عظم في قسمه معدوش موجود وهو موجود لكن يشعر أنه ما عاد يعملش ليس موجود في حياته آخرون يشعرون بأوهام الإثم يعاني من الطرابات في التفكير في الإثم ويجعل نفسه مسؤولا عن كل الآثام الموجودة في داخل بيئتي في داخل أسرته في داخل مجتمعي في داخل فيعاني من الطراب تأنيب الضمير والإثم دون مبرر دون أن يفعل شيء آخرون عندهم أوهام متعلقة بأنه لديه مرض مع وجود علاج مع وجود ذهب للطبيب ويبره ويتحدث معه بأنه ما فيش عندك أي مرض ما فيش عندك أي أعراض مع ذلك يسر أنه عنده هذا المرض والمرض مزمن فيه والمرض منتشر فيه وأنه مستحيل أن يكون تخلص من المرض حتى وإن كان فيه بعض الأعراض ويستخدم علاج وتذهب إلا أنه يسر أن المرض موجود فيه هذه الإضطرابات كلها تحصل للبعض أثناء التفكير إذن عزيز الدارس تطوفنا بك وطوفنا بك في هذا الموضوع حول مفهوم التفكير تحدثنا عن خصائص التفكير تحدثنا عن العوامل المؤثرة في التفكير تحدثنا عن المستويات الدنيا والوسطى والعليا في التفكير وختمنا حديثنا عن الإضطرابات التي يعاني منها البعض الناس في التفكير مطلوب منك عزيز الدارس أن تعود إلى الوحدة الخاصة بهذا المقرر في الكتاب المتعلق بالمدخل إلى علم النفس وتقوم بكتابة التكليفات والتدريبات والأنشطة المتعلقة بهذه الوحدة وتضعها على موقع أو ينتدى موقع جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته